وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 471 قضية أمونية بمضبطات بلغت أكثر من 132 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 50 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 83 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 751 قضية من بينهما 82 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 75 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر